بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة الكرام تقبل الله صيامكم وقيامكم قال تعالى التائبون العابدون من هم العابدون من هو العابد الحقيقي العابد هو الذي يجمع بين أشواق الروح ومتطلبات الجسد يعني يعتقد ديانة أن سعيه على أولاده وأن عمله عبادة وأن مساعدة الناس عبادة وأن إدخال السرور على الناس عبادة وأن إماطة الأذى عن الطريق عبادة وليست العبادة قاصرة على الشعائر التي تتعلق بالصيان بالزكاة بالحج هذه عبادات شعائرية محترمة ومقدرة لكن العابد الحقيقي هو الذي يجمع بين المعاملات وبين العبادات يعني ينبغي أن يراقب الله عز وجل في إتقان عمله عبادة في وفائه بالوعد عبادة في شفقته على الناس عبادة في صلته للرحم عبادة في ملاطفته أهله في إكرام أهله في مساعدة أهله خاصة نحن في رمضان الآن ساعد أهلك أكرم أهلك أدخل السرور على الناس جميعين هذه عبادة فليست العبادة لقلقات لسانية ليست العبادة أن تختلف إلى المسجد غير مرة ثم تقفل من المسجد وأنت غضوب وأنت مغاضب وأنت تسيء الظن بالناس لنبدأ هذا الشهر العظيم بمعنى العبادة الحقيقي لأن نجمع بين أشواق الروحي ومتطلبات الجسد وإلى لقاء آخر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته